التاسعة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمدينة البيرة الملاسقة لرامالله بوسط الضفة الغربية المحتلة وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي كما أصيب آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية من جانبها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه سيارة يستقل لها شابان مما أدى لإصابة أحدهما بجروح خطيرة وأعلن استشهاده لاحقا بينما اعتقلت المصاب الثاني بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع الرئيس الصربي أهمية اتخاذ تدابير فورية لتهدئة التوترات مع كوسوفو في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في 24 سبتمبر ومقتل رقيب في شرطة كوسوفو وأوضحت الخارجية الأمريكية أن بلينكين شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات الموجودين حاليا في صدق وأعرب بلينكين عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها القوة الأمنية الدولية في كوسوفو وبعتها للتحاد الأوروبي في الاستجابة لهذا الحدث مشيرا إلى أن حوادث مثل تلك التي وقعت بالقرب من أحد الأديرة تمثل تحديات غير مقبولة للقوة الأمنية الدولية في كوسوفو والمجتمع الدولي ورح باب لينكين بالوجود المتزايد للقوة الأمنية الدولية في كوسوفو وقرار حلف شمال الأطلنطي بسماح بنشر قوات إضافية أعلنت قبرص أنها تدرس سوب لاستضافة بعض الأرمن إذا اقتدت الحاجة بعد فرارهم من منطقة ناجورنو كارباخ وأوضحت وزارة الخارجية القبرصية أن الحكومة القبرصية تبقى على ممر مفتوح للأرمن وهي مستعدة في هذا الإطار لتقديم مساعدات إنسانية على الفور يتي ذلك بعد أن سحى أكثر من ثلاثة أربع سكان الأرمن البلغ عددهم 120 ألف نسمة بعد شن أزربيجان هبوما خاطفا على ناجورنو كارباخ معلنة استعادة السيطرة على الإقليم أعلنت المحكمة الدولية أن أرمينيا طلبت منها أن تصدر أمرا لأزربيجان بسحب جميع قواتها من المنشآت المدنية في ناجورنو كارباخ وتسهيل وصول الأمم المتحدة إلى المنطقة كانت المحكمة الدولية أمرت في فبراير الماضي أزربيجان بضمان حرية الحركة عبر ممر اللاتشن من وإلى المنطقة المتنازع عليها فيما كان حين ذاك خطوة مرحلية في نزاعات القانونية المستمرة مع أرمينيا المجاورة أكد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن الانتخابات التي جرت مؤخرا في المناطق التي ضمتها روسيا في أوكرانيا كانت خطوة مهمة في تعزيز المجال القانوني المشترك مع روسيا وخلال كلمة له هنأ بوتين المواطنين بمناسبة الدكرة الأولى لضم مناطق دوناتسكولوهانتسك وخيرسون وزابوريجيا موضحا أن روسيا ستقوم بعمل ضخم لإحياء وتنمية تلك المناطق اجتماعيا واقتصاديا مشددا على أن روسيا أصبحت أكثر قوة بفضل سكان المناطق الجديدة واعتبر بوتين أن الدفاع عن إقليم دون باس يعني دفاع عن روسيا نفسها أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار اعتماد السلامة النووية والضمانات في أوكرانيا صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الضرية في دورتها الأخيرة يتضمن هجوما غير مبرر على موسكو واتهمة لروسيا لا أساس لها على حد تعبيرها واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن القرار صدر بالضغط من الولايات المتحدة وحلفائها من خلال التصويت المصحوب بما وصفته بالابتزاج والترهيب لدول معينة متميزة عند الغرب مشيرة إلى أن القرار يعد تأكيدا آخر على المسار الذي اتخذته الولايات المتحدة وحلفائها باستخدام أي آليات دولية من التحقيق أهدافهم السياسية الانتهازية على حد وصفها لقي ستة من عمال المناجم في زمبابوي مصرعهم بعد انهيار أرضي في أحد المناجم في بلدة تبعد مائة كيلومتر غربي العاصمة هراري وأعلن التليفزيون الرسمي في زمبابوي أن ستة جثث انتشلت من المناجم مشيرا إلى أن هناك خمسة عشرة عاملا حاصرهم الانهيار تحت الأرض ولا تزال جهود الإنقاذ جارية أدى انهيار المناجم إلى محاصرة أربعة وثلاثين من عمال المناجم تحت الأرض تمكن 13 منهم من الفرار لكن 21 آخرين حاصرهم الانهيار ورياضيا حسم فريق النادي الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دور أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه السهل على ضيه فيه فريق سان جورجي الإثيوبي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاذ القاهرة الدولي في إياب دور الـ 32 للمسابقة القرية سجل أهداف الأهلي في المباراة محمد مجزي أفشه هدفين في دقيقتين العاشرة والتسعة والتلاثين ومحمود كهربا هدفين من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة والتلاثين وضربة رأس في الدقيقة الـ 62 واللحق الأهلي بذلك بفريق بيراميدز الذي تأهل لدور المجموعات الأفريقية أيضا بعد فوزه على فريق الجيش الرواندي بنتيجة الـ 6 لـ 1 نهاية مجز التسعة وده الاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر وبعض الفاصل